اخبار الثالثة من 288 نستهلها بالعنوين روسيا لا رفع لحظر الاسلحة قبل انتهاء العملية السياسية الملف الليبي على طاولة اجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية العرب عقيلة يصل القاهرة وشتاين ماير اشراك حفتر ضروري أهلا بكم إلى التفاصيل قالت موسكو ان قضية رفع حظر توريد الاسلحة الى ليبيا لا يمكن مناقشته الا بعد انتهاء العملية السياسية في البلاد الموقف الروسي نقلته وكالة تاس الرسمية على لسان نائب وزير الخارجية جيناديا جاليتوفا الذي اضف ان هذه القضية لا يمكن مناقشتها الا بعد التوصل الى اتفاق بين جميع المكونات السياسية في ليبيا جاتيلوفا اضف انه من الضروري ان تنال حكومة الوفاق الوطني ثقة مجلس النواب حتى تتمكن من ادارة شؤون البلاد بنجاعة حسب وصفه اكدت واشنطن وجود فرق من القوات الخاصة التابعة للجيش الامريكي تعمل في ليبيا في اطار مهام وصفت بالاستخباراتية بيتار كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية قال في تصريحات نقلتها واشنطن بوست ان الفرق التي تعمل في ليبيا لا تتمتع بوجود دائم وينصب عملها على جميع المعلومات والتعرف على القوى الموجودة على الارض ومعرفة نواياها كوك جدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني مبينا ان وزارة الدفاع الامريكية مستعدة للقيام بدورها في دعم عسكري محتمل للحكومة لكن لم يتم التحرك بهذا الاتجاه يأتي ذلك في وقت اكد فيه المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنيست ان بلاده مستعدة اذا لزم الامر لمواصلة الغارات الجوية على تنظيم داعش في ليبيا ارنيست قال للصحفيين الاثنين ان الولايات المتحدة وجهت بالفعل ضربات ضد داعش في ليبيا وعندما يكون ضروريا توجيه ضربات اضافية للدفاع عن الامريكيين لن تتردد في القيام بذلك اكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية بالاتحاد الأوربي في داريكا موغيريني عزم الاتحاد تقديم الدعم لليبيا في المجالات الامنية خاصة في قطاعات الامن المدني والشرطة ومراقبة الحدود وكل ما يتعلق بوزارتي الداخلية والعدل وإعادة تأهيل وبناء المؤسسات إلى جانب معالجة أزمة الهجرة موغيريني وفي تصريحات نشرها المكتب الإعلامي للاتحاد الأوربي أكدت البدء باستخدام حزمة المساعدات المقدمة إلى ليبيا والتي تبلغ مئة مليون يورو مضيفة أن المشاريع تتم بالتنصيق مع الليبيين لا سيما في مجال الدعم الإنساني ومساعدة النازحين والمهجرين وهم أكثر من يعاني نتيجة الأزمة الليبية بحسب وصفها داعية السلطات الليبية لتحمل مسؤولياتها ومنع فقدان مزيد من المهاجرين سواء داخل ليبيا أو في المياه الليبية أنهت فرنسا وبريطانيا الإعداد لمشروع قران للأمم المتحدة يتيح توسيع مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية قبالة ليبيا لتشمل تطبيق حظر الأسلحة المفروض على البلاد وقال دبلماسي لوكالة الأنباء الفرنسية أن القرار السياسي اتخذ في بروكسل لتوسيع مهمة القوة الأوروبية التي صممت أساسا لمطاردة مهربي المهاجرين وبحسب محتوى فإن القوة البحرية للاتحاد الأوروبي ستتولى أيضا تدريب حرس السواحل وأوضح دبلسي آخر إنه إذا ما رصدت القطع البحرية الأوروبية وصول أسلحة إلى ليبيا فسيكون بإمكانها توقيف السفن التي تنقلها دون الحاجة إلى طلب ترخيص من الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها ويتوقع أن تمنح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي موافقتها الرسمية على توسيع المهمة في الثالث والعشرين من مايو وصل إلى القاهرة مساء أمس الأثنين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قادما على رأس وفد بضائرة خاصة من طبرق في الزيارة لمصر يبحث خلالها آخر تطورات الوضع في ليبيا عقيلة سيلتقي خلال زيارته عددا من كبار المسؤولين والشخصيات لبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا وسبل حل الأزمة بين البرلمان وحكومة الوفاق والنظر في تشكيلة الحكومة من قبل مجلس النواب دعا الأمين العام لجميع الدول العربية نبيل العرب اليوم الثلاثاء إلى عقد اجتماع غير عادي على مستوى وزراء الخارجية في الثامن والعشرين من مايو الجاري لبحث آخر التطورات في ملف الوفاق الليبي وآخر مستجدات القضية الفلسطينية نائب الأمين العام للجميع العربية السفير أحمد بن حلي أكد أن الاجتماع سيناقش بشكل مفصل التطورات التي تشهدها ليبيا والدور العربي فيها خاصة بعد اتفاق الصخيرات وتشكيل المجلس الرئاسي وتعثر حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة البرلمان بن حلي أضف أن الاجتماع سيبحث أيضا تطورات القضية الفلسطينية وسبل إنفاذ حل الدولتين والخروج من حالة الجمود الراهنة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي قال وزير الخارجية الألمانية فرانك شتاين ماير أن جهودا ستبذل خلال الأيام المقبلة لرأب الصدع بين الفرقاء الليبيين شتاين ماير وفي تدوينة على صفحته الشخصية قال إن اجتماع فيينا خلصة إلى ضرورة إشراك الفريق خليفة حفتر في التكوين السياسي المستقبلي لتجنب تخصيم البلاد مضيفا نحن ندرك أن حفتر هو الشخصية الرئيسية في المنطقة الشرقية ولذا يجب علينا العمل من أجل أن يؤيد أو يدعم حكومة الوفاق الوطني بحيث يصبح جزءا من المكون السياسي الجديد وجه البابا فرانسيس نقضا لاذعا للدول الغربية لمحاولة تصدير ما أسماه بنموذجها من الديمقراطية إلى دول مثل العراق وليبيا دون احترام الثقافات السياسية لتلك الدول بابا الفاتيكان وفي مقابلة مع صحيفة لكرواء الكاثولوكية الفرنسية قال في مواجهة إرهاب المتشددين الإسلاميين حاليا ينبغي أن نشكك في الطريقة التي جرى بها تصدير نموذج من الديمقراطية يحمل بصمة غربية كبيرة إلى دول كانت بها سلطة قوية كما في العراق أو ليبيا حيث كان يوجد هيكل قبلي مضيفا بأنه لا يمكن تحقيق أي تقدم دون الأخذ بعين الاعتبار تلك الثقافات البابا استشهد بمثال ضربة أحد الليبيين في الأوينة الأخيرة حين قال كان لدينا قذافي واحد والآن لدينا خمسون بعد اجتماع فيينا حرص الوزيران الأمريكي والإيطالي على التطرق إلى مواضيع لم ترد في البيان الختمي وعبرت روسيا عن رأي مخالف لما صادقت عليه في البيان خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء الدولي في فيينا حول ليبيا تطرق وزيراء خارجية أمريكا وإيطاليا إلى موضوعين ينبغي الوقوف عندهما في البداية أكد الوزيران على ما جاء في البيان الختمي من نقاط تصب في مجملها في إطار دعم واضح وكامل لحكومة التوافق وما تتخذه من قرارات ولم يفت الوزير كيري التأكيد على السياسيين الليبيين بما للشقاق والخصومة الشخصية من أثار مدمرة على الشعب الليبي واقتصاده وأمنه وقضية تنامي الإرهاب النقطة الأولى هي تطرق الوزير جنتلوني إلى مغافل البيان الختمي عن ذكره وهو ضرورة إدخال الجيش الوطني وقائده الفريق حفتر في العملية السياسية سننظر في ضم كافة الأطراف التي تحارب داعش على الأرض بمن فيهم الجنرال حفتر وسيكون هذا ضمن إطار مسؤولية حكومة الوفاق الوطني أما كيري وفي إجابته عن سؤال حول التأكيد المتكرر للسراج بعدم حاجة ليبيا للتدخل العسكري على الأرض فقد أكد بوضوح على الموقف الثابت لبلاده بالتصرف دون انتظار موافقة من أحد وعندما ترى أن هناك مخاطر تهدد أمن الولايات المتحدة ومصالحها العلمة لنكن واضحين فالرئيس أوباما قد تصرف من قبل وسيتصرف مجددا للدفاع عن المصالح العليا للولايات المتحدة وبما أن داعش قد تآمرت على بلادنا وعلى آخرين فهذا خطر يجب التعامل معه عنصران جديدان في الأزمة الليبية يضاف إليهما تأكيد الحليف الألماني القوي الذي طالب وزير خارجيته بعدم إغفال دور الفريق حفتر في محاربة الإرهاب وضرورة إدخاله في العملية السياسية لكن دخول موسكو على الخط قد يغير مسارات عديدة ففي إطار بحثها عن لعب دور في الأزمة ورغم تصديقها على بيان فيينا الختامي فقد صرح نائب وزير خارجيتها بأن رفع الحضر عن تزويد ليبيا بالسلاح لا يمكن أن يتم قبل التوصل إلى حل سياسي تتفق عليه أطراف النزاع وهو ما قد يتسبب في إطالة عمر الأزمة وتعقيدها أعلنت إيطاليا أنها لن ترسل قوات إلى ليبيا خشية أن تصبح تلك القوات هدفا لإعتداءات الموقف الإيطالي جاء في بيان أصدره رئيس الوزراء الإيطالي ماتيورينزي أوضح أنه في مواجهة الضغوط من أجل إرسال قوات إلى ليبيا فقد اخترنا سبيلا مختلفا نظرا للمخاطر الكبيرة بالنسبة لإيطاليا والإمكانية أن تصبح القوات الأجنبية في ليبيا هدفا لإعتداءات حسب تعبيره أكد بيان رسمي صادر عن غرفة العمليات التي شكلها المجلس الرئاسي لمعركة سرط قيام الكتائب المنضوية تحت الغرفة بإحباط محاولتين لتنظيم داعش للتقدم في منطقة سدادة أمس الاثنين البيان أكد محاولة أفراد التنظيم بتفجير صيارتين مفخختين أثناء تقدمهم مضيفا أن أفراد الكتائب اشتبكوا مع عناصر داعش الذين تراجعوا من المكان يأتي ذلك في وقت أعلن فيه داعش عبر وسائله الإعلامية قيام أحد أفراده المدعو أبو تسنيم التونسي بتفجير نفسه غرب جسر الزدادة كشف مصدر بوزارة الخارجية المصرية أن الوزارة طلقت خلال الساعات الماضية استغاثة من أهالي ستة شباب مصريين تم اختطافهم في ليبيا على يد جماعات مسلحة مشيرا إلى أن الوزارة بدأت باتخاذ خطوات للكشف عن حقيقة الاختطاف ومصير الشباب المصريين وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن الوزارة تجري اتصالاتها للتأكد من صحة الأنباء التي تفيد باختطاف مصريين يعملون في ليبيا على أيدي جماعات مسلحة يذكر أن مصر استقبلت في الخامس من هذا الشهر عبر مطار القاهرة جثمين تسعة من المصريين من إجمالي 13 قتل في ليبيا مؤخرة نقلت وكالة ريترز عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية في حكومة الوفاق الوطني أنه تم الاتفاق على توحيد المؤسستين الموجودتين في الشرق والغرب بحيث تكون هناك مؤسسة نفط واحدة وكانت مصادر في قطاع النفط قالت أمس الاثنين أن ليبيا ستستأنف شحن النفط من ميناء مرسل الحريقة بعد التوصل إلى اتفاق خلال مباحثات فيينا بين مؤسستين النفط المتنفستين في شرق وغرب البلاد انتظمت أمس الحركة التجارية بين توريد وتصدير عبر معبر رسجدير الحدودي مع تونس بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أسابيع بشكل عادي وقالت مصادر إعلامية أن الجانب التونسي في المعبر بدأ بجباية رسوم تأمين من الليبيين الراغبين بالمرور إلى تونس في وقت سجل فيه دخول عدد من التجار التونسيين إلى ليبيا للتزود بالبضائع فيما تواصلت حركة المسافرين بشكل طبيعي منذ استئنافها يوم السبت الماضي في الاتجاهين وللحديث حول هذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف السيد حافظ معمر الناطق باسم معبر رسجدير سيد حافظ نحبك نعم هل تم الآن فتح المعبر بشكل نهائي؟